السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع جديد وتطبيق جديد ومفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطبيق النهاردة عن إيه؟ تطبيق النهاردة عن تعلم اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي أو بالتحدث مع الـ AI يعني أنت حتتكلم مع AI teacher وكمان حيمكنك من أنت تحاكي real life situations أو مواقف من الحياة اليومية علشان تحسن الـ speaking والlistening اللي هو التحدث والاستماع أنت مش محتاج أنت تعمل sign up علشان تستخدم الموقع وبالتالي هتقدر أنك أنت تخش وتستخدمه في الخطة المجانية لمدة 10 دقيق بشكل يومي بتمارس بقى التحدث مع الـ AI بأي لغة أنت عايزها هنبتدي أن احنا ندوس على speak now for free علشان نجرب موقع جلاجلتش.com هنا هيتدي يقول لي هلو جلاجلتش is here to help you speak foreign languages هو دلو هنا موجود علشان يساعدك أن أنت تتحدث لغة أجنبية pick up your language below ابتدي اختار اللغة اللي أنت عايزها من تحت هنا وابتدي أن أنت اتحدث مع الـ AI teacher الموجود بالموقع أنا هبتدي أختار انجلش مثلا United Kingdom في الانجلش بكذا accent وفي طبعا أي لغة تانية بيظهر لك two modes select mode منهم المود الأوليني teacher talk to your favorite AI based English teacher اتكلم مع الـ AI الـ teacher بشكل تعليمي أو أكاديمي وفي عندك ruplay أن أنت بتحاكي situation from daily life in English مع الـ AI اللي هيكلم معك هبتدي أجرب أول واحد وهو الـ teacher talk to your favorite AI based English teacher هعمل double click هبتدي أقوله start أول ما هنخش بعد start هنبصي نلاقي فيه glaglitch هتحييك وتقولك hi I'm glaglitch let's practice your English what would you like to talk about للأسف أنا بساكل ببرنامج في الوقت الحاضر مش بيظهر الصوت الخاص بالتطبيقات فأنت أول ما هتخش هتلاقي British accent بيكلمك بيقولك hi I am glaglitch لأن هي محادثة مع AI أو مع teacher بالذكاء الاصطناعي فأنت قريدي هديبقى فيه محادثة صوت الشخص اللي بيكلمك هيكون ظاهر وحيكون بين لأن أنا أول ما دخلت قالت لي الجملة اللي أنا قلتها لك من شوية فأعذرني إذا كنت حطرة أقولها مكانها لأن مش هيظهر الصوت الخاص بي جلاجلتش أو AI teacher الموجود على الموقع بيظهر لك بقى suggestions أو اقتراحات فبيتبتدي إنت لو إنت مش عارف حترد على جلاجلتش تقول لها إيه ممكن تبتدي إنت تدوس على record button أو زرار التسجيل وتجاوب عليها من خلال الاختراحات اللي بيديها لك عشان تساعدك في عملية الرد وإن إنت تستكمل المحادثة معها فممكن أنت تسجل وتقول let's practice how about talking about office yes I'd love to practice English with you أنا عايز أمارس اللغة الإنجليزية معاك what about أو how about discussing your favorite book هنتكلم عن الكتاب اللي أنت بتحبي sound great let's talk about traveling experiences وحبتزي إن أنا أدوس على أي حاجة من التلاتة دول ممكن هنا مثلا أختار أول واحدة أو إن أنا أسجل بصوتي فحقول sure let's practice how about talking about hoppers ولجعت دوست على الزرار تاني فسجلي وعمل sending فردت علي بصوتها great idea hoppers are always an interesting topic what hoppers do you enjoy طبعا بال British accent بتاعتها عذروني طبعا لو بنت في مشكلة في النطق أو كده لكن أنا بحاول لأنا حل محلها علشان يعني نبتدي نحن نعمل محادثة ممكن حبتدي أرد على مقترح من الاقتراحات دي أو أتكلم عن حاجة أنا بحبها ممكن مثلا I love reading books أو ممكن أقول I love reading science fiction stories مثلا على سبيل المثال هاختار حاجة زي كده I'd like to read science fiction stories القصص الخاصة بالخيال العلمي هنشوف كده هل هتصلح لي ولا الجملة مظبوطة لا يوجد أي خطأ ما عدلت ليش هل في أي كتب مثلا أنت في science fiction حباها هنا not yet but I have heard the great things about brave new world دي بعض الحاجات الاقتراحات ممكن now مثلا nothing in my mind مثلا هشوف كده هل الكلام ده صح ولا لأ no poke in my mind هنا بتقول لي I understand now so you don't currently have any poke in mind thank you for clarifying is there any other topic you'd like to talk about or practice in English يعني أنا دلوقتي فهمت أنت أصدق أني مفيش أي كتب في دماغك طيب في أي طابق حابة أن نحنا نتكلم عنه فأبتدي أني أنا أتكلم عن الحاجة اللي أنا عايزها أنا دست على الريكوردينج بالغلط فهنا ممكن نقول لها could you please suggest a book ممكن لو سمحت تقترحي كتاب suggest a book بتقول لي I'm happy to suggest a book for you what generous do you enjoy besides science fiction إي تاني ممكن تكوني بتحبي طبعا مواضح إنه ما عندوش كتاب معين في الخيال العلمي فبيقول لي ممكن يعني تقول لي حاجة تانية بتستمتعي بيها زي historical fiction mystery novels adventure stories عشان نبتدي نتكلم عنها وهكذا هتبتدي تخترح الكتاب وحننتقل بعد كده للمود التاني والمود التاني اللي عندي حبتدي إن أنا أروح مرة تانية للhome تعالوا كده نتجرب مثلا start start هنا بيقول لك imagine you are a customer stepping into a peccary انتت الوقت عبارة عن عميل في مخبز ما فيلد ويزا مثلا أروما أو fresh انت بتسأل على مثلا fresh breads and pastries the clerk اللي هو الموظف greets you as you walk in hello what can I get you today فانت ممكن ترد good morning it smells amazing مثلا in here thank you for the worm welcome مثلا what do you recommend انت بتقترح ايه فهنا ممكن أختار الإجابة التانية دي thanks for the worm welcome what do you recommend فهنا طبعا انت بتسمع صوت ال-EI وهو بيكلم يبتدي انه هو يجاوب لك فانت لازم تكون واخد بالك من pronunciation ازاي الاستماع النط اعمل ازاي في كل كلمة وفي الجمل وتبتدي منت ترد علي great give me chocolate chip cookies please مثلا فانا حقول thank you so much please give me chocolate chip cookies please فهيبتدي رد علي how many chocolate chips cookies would you like عايز اد اي chocolate chips حقول four pieces please four pieces no thanks how much does it cost بتقول 4-4 chocolate chip cookies the total will be 8.5 dollar هنا زي ما احنا شايفين بترد علي وانا بكمل محادثة معيها وهكذا ده بالنسبة للجزء المتعلق بالمحاكاة انت تبقى في موقف معين وتبتدي تجري محادثة مع glagledge glagledge ممتاز جدا glagledge.com وتقدر انك انت تبتدي تشتغل بي free account بتاعك اعتقد لمدة 10 دقايق ممكن انت تستخدمه على حسب علمي انا حسنا اطولت اكتر من 10 دقايق ولكن تمام احنا كده جربنا وشوفنا امكانيات وعاملة ازاي اتمنى تكون استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد في مجال الذكاء الاصطناعي زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا الاول مرة ولو كنت من متابعين الاعزاء تنساش لايك وشير ولكمان كنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة